اهلا بكم من جديد لهذا المجزي الإخباري في ملف التجادبات التي تطبع ملف استغلال الغاز الصخري اقترح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسانة فاروق سنتيني أمس الخميس استشارة خبراء وطنيين ودوليين فيما يخص استغلال الغاز الصخري وأكد أقسنتيني أنه من الضروري ترجيح الرأي السديد الذي يجب أن يميز القرارات الكبرى لبلد ديمقراطي واستشارة الخبراء الوطنيين والدوليين الذين تعد أراءهم السديدة والمعمقة حتى وإن كانت متناقذة الوحيدة والكفيلة باتخاذ القراري الأصحى معتبرا أن الاختلاف الحاد في الآراء فيما يتعلق بالغاز الصخري يشكل في حد ذاته إشارة لرد فعل إيجابي حيث يظهر مدى اهتمام كل الجهتين بالموارد الطبيعية التي تمنح مزايا يمكن استغلالها وبالبيئة التي يجب احترامها طبقا للدسور في ملف الأحوالي الجوية ستشهد المناطق الشمالية من البلاد اليوم الجمعة تقسا متقلبا مصحوبا برياح وصحب مع بعض الأمطار محليا على المناطق الشرقية في نهاية النهار حسب ما فاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية مشيرا إلى انخفاض محصوص في درجة الحرارة ابتداء من يوم الأحد وأوضحت نشرة جوية لديوان الأرصاد الجوية أن المناطق الشمالية من البلاد ستشهد أجواء متقلبة مصحوبة برياح وصحب على المناطق السحلية وضف ذات المصدر أن أجواء متقلبة مصحوبة برياح مع بعض الأمطار ستسجل بالمناطق السحلية الوسطى والشرقية خلال يوم السبت وتتوقع ذات نشرة طقصا بردا مع صحب مصحوبة بأمطار محلية تكون أحيانا راعدية سيما بالقرب من السواحل الوسطى والشرقية ابتداء من يوم الأحد في شاني المصري قطع رئيس عبدالفتاح السيسي مشاركاته في القيمة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديسابيبة بسبب الهجمات التي شهدتها سيناء مساء الخميس وراح ضحيتها ثلاثون شخصا ونقلت وكالة رويترز لنبا عن بيان للرئاسة المصرية قالت فيه إنه من أعقاب العمليات الإرهابية التي شهدتها منطقة شمال سيناء مساء أمس قرر الرئيس السيسي قطع مشاركته في اجتماعات القيمة الإفريقية بعد حضور الجلسة الافتتاحية والتوجه إلى القاهرة لمتابعة الموقف وكان تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجمات الدامية التي خلفت ثلاثين قتيلا ونحو خمسين جريحا في ملف الجدل القائم بين موسكو والاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة الأوكرانية قرر مجلس وزاري خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه منطار في بروكسل تمديد العقوبات ضد شخصية روسية ستة أشهر أخرى حتى سبتمبر المقبل وأضفت المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية إن مجلس الاتحاد الأوروبي أو عزل المفوضية الأوروبية وضع مقترحات لتوسيع القائمة السوداء للأفراد المعنيين بتصعيد صراع في أوكرانيا من جهة أخرى اعتبر وسير خارجية النمسان الوقت غير مناسب لتجديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وقال إنه يتوجب البحث عن حل من شأنه أن يسهم في إحلال السلام في شرق أوكرانيا ويساعد على تنفيذ اتفاقية مينسكا نهاية مجزنا لإخباري شكرا على المتابعة خلال القرآن اشتركوا في القناة